وعلى يتحال ليعلم العدو الناصبي أن هذه الحوادث وهذه الاعتداءات لا تزيدنا إلا قوة وإصرارا على التمسك بأئمتنا الأطهار عليهم والسلام والبراءة من أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب وأننا لن نتراجع أبدا عن مسيرتنا التي نفضح بها رموز الظلم والطغيان والنفاق كأبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه فهذا نعتبره دورنا وواجبنا الدين والأخلاق لاستنقاذ هذه الأمة والاستنقاذ البشرية من كل ما خلفه هؤلاء من تعاليم ومن تراث ينزع بالإنسان نحو الوحشية ونحو الشر ونحو الدمار ونحو الإرهاب الذي نراه أيضا في هذه الأيام هذه الحوادث وهذه الاعتداءات كلها محكومة بالفشل ولا أدري لماذا يقع بعض أهل الخلاف وما زالوا في هذا الخطأ رغم أنهم جربوه كرارا فما وجدوا أن له نفع لقد جربوا هذا الإرهاب ضد الشيعة في غير بقعة من بقاع العالم جربوه في العراق جربوه في في باكستان جربوه في المنطقة الشرقية جربوه في سوريا مع بداية حوادث سوريا جربوه في البحرين جربوه في الكويت جربوه في اليمن جربوه في مصر لما هجموا بشكل غادر على الشيعة أو المتشيعين وفي مقدمتهم الشيخ حسن شيحاته رحمهم الله في منتصف شعبان من تلك السنة عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلهم سهلا لقد جربوا هذا الشر فإلى أين أوصلهم؟ هل أوصلهم إلى شيء؟ ما أوصلهم إلى شيء؟ هم ظنوا أنهم باعتداءاتهم على مساجد الشيعة مثلا وتفجير تلك المساجد وقتل المصلين الأبرياء المساكين أن الشيعة سيخافون وأنهم سيتراجعون وسيخضعون ولكن الواقع أثبت خلاف ذلك في العصر الحديث ما نال بلد شيعي ما ناله العراق مثلا من حوادث الإرهاب والتفجير وكان الغرض من كل تلك الحوادث ما هو؟ أن هذا النجم الشيعي والقوة الشيعية في العراق لا تصعد لا تتقوى هذا كان الهدف منذ سقوط النظام الباد أنه الشيعة مردهم يصعدون ويصيرون هم أهل التحكم في هذه البلاد وأهل القوة وأهل السلطة فإحنا رح نظل نرهبهم ونخرب عليهم حتى يتراجعون أدخلوا البلاد في هذه الدوامة من العنف والدم والشر والإرهاب منذ 2003 كما رأيتم وراء العالم بحيث تكون ما هو أشبه بالهولوكوست الشيعي يعني بمعنى الكلمة هولوكوست يعني كامل مناطقهم فتحوها للإرهابيين احتضنوهم وزوجوهم بناتهم صاهروهم تعاملوا مع الحكومات الإقليمية حكومة آل سعود وغيرها أن تعالوا وارفدونا بالسلاح بالأموال لعبوا على أوتار خطيرة جدا ومؤتمرات في عمان وفي إسطنبول وقطر وغيرها كلها كانت تتآمر على النفوذ الشيعي إنجاز التعبير في العراق وكانوا يتباكون ما أدري تذكرونه هذا واحد أهوج كان من أهل الخلاف هذا اللي أي عدنان عدنان الدليمي اللي كان مسؤول الأوقاف كانت عنده رعشة هذا اللي عنده رعشة كان يتباكى ويقول وهذا الحكي وين قبل يمكن عشر سنوات ما أدري وين في إسطنبول يمكن أو كذا أي فكان يتباكى ويقول بغداد ضاعت مننا بغداد الرشيد بغداد الرشيد ضاعت مننا صارت بغداد الشيعة كان يقول هكذا شوف سبحان الله بعضهم يعني ما أدري يكذبون على أنفسهم يعني إلى حد أنهم يكذبون بالواقع ينقضون حتى المحسوس بغداد صارت للشيعة مهي أصلها للشيعة هي بغداد يعني أكثرية شيعية ساحقة واضحة ما نحتاج أنه بعد إحنا نناقش في هذه المسألة بغداد الرشيد أي رشيد الآن الآن منه يسأل عن هارون لعنه الله أنه هو شصار به وين مكانه شنو موضوعه شنو قضيته بغداد الكاظمين صلوات الله عليهما هذا هو المعلم الواضح لبغداد المعلم الديني الرمزي لبغداد الإمام الكاظم والإمام الجواد صلوات الله عليهما فما معنى هذا الكلام هذا الاستفزاع وحالة الفزا والاستصراخ وتعالوا أنجدونا وما أدري كذا إلى أين أوصلتكم هذه النبرة هذه النزعة المقيتة هذه نزعة إلغاء الأخر نزعة أنه الشيعي لابد أن يبقى راكعا لابد أن يبقى خاضعا وقادمون يا بغداد وسوي لهم منصات في مناطقهم وتعالوا وكذا وإحنا قادمون يا بغداد وسنطهر بغداد من الصفويين وما أدري كذا إلى أين أوصلتكم لا أقول ما نزفت دماؤنا نعم لقد نزفت صحيح لكن سبحان الله كما قال أمتنا الأطهار عليهم السلام بقية الدم بقية السيف أنما عددا وأكثر ولدا إش قد إحنا خسرنا من ولدنا إش قد خسرنا من شبابنا لكن سبحان الله ما إن خسرنا هذا الكم إلا واستجمعنا قوانا من جهات أخرى والآن رأيتم كيف أن الشيعة بالنتيجة هم الذين يحكمون بغداد هم الذين يحكمون العراق لم يستطع أحد أن يلغي هذا النفوذ الشيعي ولو اسميا وهم المتصرف الأول في العراق إلى حد أنه لما وقعت مواجهة أخيرة ما بين الحكومة الشيعية على الإصطلاح يعني المفروض والقوة الشيعية الممثلة بالجيش و بالحشد مع وأنا لا أسميها القوة الكردية أسميها القوة البرزانية بس لأنه مسعود البرزاني لا يمثل كل الأخوة الكرد بطبيعة الحال وإنتوا رأيتم هناك أصلاً انقسام داخلي صار وهم بالمناسبة إحنا هنا نحي بمعنى الكلمة الأفراد من البيشمرقة الذين عصوا أمر أوامر مسعود البرزاني وأخلوا مواقعهم للجيش العراقي يعني هؤلاء حقيقة وفروا ما كنا نخشاه من دخول البلد في دوامة عنف جديدة ودق اسفين بين الشعب العربي والشعب الكردي وإثارة النزع القومية المقيتة من جديد التي يكرهها الإسلام هذا مسعود أراد أن يقوم بهذه المغامرة اللعينة والحمد لله أنه لم لم ينل ما يريد وارتدت عليه هذه المغامرة فالآن أنتم قد رأيتم كيف أنه في ساعات هذه التي تسمونها قوة شيعية وهي قوة البلد بأجمعه قوة الدولة بأجمعها جاءت واستعادت كل تلك المناطق في ظرف ساعات معدودة هذا معنى أنه الشيعة ما زالوا في قوتهم في عافيتهم بل استعادوا عافيتهم أكثر مما كانوا عليه من ذي قبل لذلك أقول الإنسان الشيعي عليه أن ينتبه إلى هذه النقطة وهي نقطة أنه يجب أن يستعيد الثقة بنفسه وبقدراته أنتم عليكم منذ الآن أصلا أن تتعاملوا على أساس أنكم أنتم السادة وأنكم كأنكم أصلا أنتم الأكثرية لماذا إلى الآن تعيشون في أجواء الاستحقار للذات الاستنقاص للذات لأنكم ترون أنفسكم أقلية بالنسبة إلى الأكثرية البكرية ويولد هذا لكم شعورا بالدونية أو الصغار أو عدم الكفاءة أو الندية الحضارية لماذا؟ لا يا أخي أنتم من الآن تعاملوا على أساس أنكم أنتم الأكثرية وأنتم أصحاب الأمر والنهي لأنه طال الزمان أم قصر ستتحولون إلى أكثرية نحن الآن في عصر المد الشيعي ما دمتم ترون أنه في كل يوم هناك أفواج من الإخوة من البكريين يتشيعون ويعتنقون ولاية أهل البيت عليهم السلام ويتحولون إلى الشيعة فهذا معنى أننا نحن الذين نتمدد والذين ينحسرون أو يتضاءلون هم من؟ هم المخالفون